اهلا بكم من جديد اصدر المجلس المحاسبي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ايوفي رسميا معيار المحاسبة المالية بشأن المرابحة والبيوع الاجلة بعد ادخال التعديلات التي رأها مناسبة على مسودة المعيار يأتي ذلك في ضوء الملاحظات والاراء الخطية الواردة الى الامانة العامة بشأنه والملاحظات التي أبداها الخبراء المشاركون في جلسات الاستماع التي عقدت بين شهري أبريل ويونيو الماضيين في كل من البحرين وباكستان وقد أكد رئيس مجلس ايوفي المحاسبي حمد العقاب على عزم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية اصدار المزيد من المعايير قبل نهاية العام الجاري والتي تحتاجها الصناع المالية الاسلامية وتنتظر صدورها أعلنت إدارة هندسة وصيانة الطائرات في شركة خدمات مطار البحرين باس عن حصولها على شهادة آيزو 1725 والتي تحدد المتطلبات العامة التقنية ومتطلبات إدارة الجودة حيث تغطي عمليات الاختبار والمتطلبات القانونية ومتطلبات الأمان والبيئة وقد أكد مدير صيانة الطائرات في شركة خدمات مطار البحرين أسامة حلمي أن إدارة هندسة وصيانة الطائرات في باس تعمل يومياً على معاينة 30 طائرة وكبائنها في مطار البحرين الدولي وقد لفت حلمي إلى أن شركة باس تقدم خدمات الصيانة والهندسة إلى أكثر من 90% من الشركات الأجنبية التي تستخدم مطار البحرين الدولي في رحلاتها عبر طاقم مكون من 16 مهندس طيران و17 ميكانيكي فني والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم ونبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7246 نقطة بارتفاعاً بلغت نسبته 0.31% أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6664 نقطة بانحفاظ طفيف بلغت نسبته 0.15% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4441 نقطة بارتفاعاً بلغت نسبته 0.31% ونأتي أخيراً لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1278 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.44% وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.939 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرها 565 ألف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 83 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة من نسبته 42% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ترجمة نانسي قنقر